تفاصيل الاسXI نتوارك تفاصيل الاسXI نتوارك الاسXI نتوارك أو الاسXI نتوارك تفاصيل الاسXI نتوارك التفاصيل الاسXI نتوارك الاسXI نتوارك لكن في حالة الوضع عمل إزاي؟ النتوارك بالنسبة للوضع عمل إزاي؟ يعني اللي قصده إن الوضع ستوصل بالعالم الخارجي اللي بره الاسكس اي هوست إزاي؟ هو زي ما هنا إحنا فيه عندنا سويتش، نفس الكلام في الوضع الوضع بردو سويتش، بس هو فيرتوال سويتش الوضع سويتش هو سوفتوير سويتش موجود على الاسكس اي هوست الوضع عن طريق بورتز، يعني هنا كده في الفيزيكال سيرفر أنا عندي في السيرفر فيه فيزيكال نتوارك أدابتور وفيه هنا فيزيكال بورتز، بنربط الفيزيكال بورتز، في الوضع نتوارك أدابتور في الفيزيكال سيرفر عن طريق كابل بالفيزيكال بورت اللي في السويتش في الوضع نفس الوضع، نفس الكلام بس فيرتوال، هو الأساسيات موجودة مش هتتغير، أوكي؟ الفيرتوال ماشين فيها فيرتوال نتوارك كارد، لو تفتكروا، أوكي؟ اللي هو الفي ميك، وواصل بفيرتوال كابل، فيرتوال كابل، كابل وهمي مش موجود أصلا، وواصل بفيرتوال بورت في الفيرتوال سويتش، اللي موجود على الاسكس هاي هوست، أوكي؟ الفيرتوال سويتش بيمكن الفيرتوال ماشينز اللي على نفس الهوست، إنها هتكلم بعض، تمام؟ أوكي؟ يعني، توفيرتوال ماشينز على نفس الهوست، أو أكتر يعني، أي ما يكون هيكلموا بعض إزاي؟ إزاي أبعد ترافك من الفيرتوال ماشين إلى الفيرتوال ماشين تانية على نفس الهوست، باستخدام الفيرتوال سويتش اللي موجود طيب لو virtual machine عايز اتكلم virtual machine على host تاني بس معلش انا ما عملت لهاش رسمة يعني اوكي الترافك من virtual machine هيخرج منها يدخل ال virtual switch ومن virtual switch هيخرج الى physical network ويروح لل SXI host التاني ويدخل على virtual switch اللي جوه ويكلم virtual machine التاني نعم انظر في الممكن remain aph spatular كيف تحدث� في المركز الممكن ان ي dangere ال viii apple كيف تحدث المركز الى التركب الناتورك الى ال tam wake يجب qui يجب الاختراف ال viii apple يجب ال viii apple ادي الـ Physical HOST اللي عليه الـ SXI وفيه على الـ SXI الـ Virtual Switch والـ Virtual Machines اللي موجودة على الـ HOST Connected عن طريق Virtual Ports بالـ Virtual Switch والـ Traffic من الـ Virtual Machine بيخرج عن طريق Virtual Switch إلى كارت الـ Network الـ Physical اللي موجود في الـ HOST ويخرج إلى الـ Physical Switch عشان أقدر أبعث الـ Traffic إلى الـ Networks كروت الـ Network Physical أو الـ VM NICS VMware بتسمي الـ Physical Network Adapter VM NIC الـ VM NICS اسمها Uplinks الـ Virtual Switch بيكون واصل بـ Uplinks و Downlinks الـ Uplinks اللي هي كروت الـ Network Physical اللي بتوصل الـ Traffic للعالم الخارجي برا الـ HOST الـ Downlinks اللي هي الـ Virtual Ports اللي بتوصل بـ Virtual Machines وحتي في الـ Website وحتي في الـ Physical World في مستوى الـ Network community في الـ Redundancy وفي هاي إفللبيت ومستوى الـ Redundancy التحوير التحوير التيمينج ده بليه اكتر من فايدة انه بيحقق لي إردوندانسي فبيكون في عندي كونيكشنز بديلة بمعنى ان لو كرت منهم حصل فيه فاليور الـ VM-NIC الـ Physical Card لو حصل فيه فاليور لو حصل قطع او اتفك كابل النيتورك او لو الـ switch نفسه اللي واصل بيه حصل فيه فاليور الكلام ده كله سوف توفره لنا الـ Redundant Connection الـ Redundancy سوف تحقق لي أعلى نسميها بالعربي ممكن نسميها أعلى تواجدية للـ Network Connection الـ Virtual Machine على مستوى Network بالعالم الخارجي بخارج الـ ASXI Host عن طريق الـ Physical Network Adapter لو انا عندي في الـ Host فيه Physical Network Card بخارج الـ والـ CART من أول كارت نفسه في السيرفر اللي حد الـ Switch اي مشكلة هنا تحصل بخارج الـ CART أو الـ CART أو الـ CART أو الـ Switch حتى أضع في الإيمان أن الـ Switch كارت كروت أكثر كل مكان أحسن فلو افترضنا على سبيل المثال أننا عندي السيرفر فيه كارتين فلو نتكلم على الـ Topology والتوصيل الصح أننا أوصل كل كارت نتورك على الـ Switch Network مختلف فيه هنا تيمينج معمول وكل سويتش أو كل كارت فيزيكالي واصل على نتورك سويتش مختلف بحيث إن لو حصل فيلير في أي نقطة من أول السيرفر من أول كارت نتورك في السيرفر لحد السويتش يكون فيه connection تانية تشيل فلو جيت أنا هنا وأنا عامل الـ Neck Teeming وهنشوف الكلام ده إن شاء الله وفصلت مثلاً كابل الـ Network مثلاً Network Traffic محصيل للترافيك بالنسبة للـ Virtual Machines آن يتأسر فهنا بيعمل لنا اخرى تواقدية أعلى يعني تواجدية للترافيك بالنسبة للـ ESI Network Networking في عندنا نوعين من الترافيك يعني، أنا هحاول أعبر عن القصة وحتوضح أكثر في نوعين من الترافيك احنا داخل النقاط يسمى Virtual Machine Port Group Virtual Machine Port Group هو الـ Traffic Ports اللي اقدر اوصلها بالـ Virtual Machines علشان الـ Virtual Machines دي توصل الـ Network في نوع ثاني من الـ Traffic زي مثلا الـ E6I Management Traffic مرمز مروراً www.Vm publication غطائق ، وضع تقليلات مرحة 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 مerte concージون الحصول على إعرياض الائس في الوظيفة في الوظيفة في الوظيفة أسباب تنظيمية مثلا أنواع معينة من الوظيفة وأنواع أخرى من الوظيفة في الوظيفة في الوظيفة على نفس الوظيفة ونفعل هذا مع بعض يمكن أن يكون لدينا في الوظيفة على نفس الوظيفة وعلى نفس الوظيفة وعلى نفس الوظيفة لكن كل واحدة منهم على فيلان غير التانية اللي الكلام ده أقدر أعمله وبالتالي أنا أبقى عندي فيزيكا الوظيفة واحد وقدرت أستفيد من الوظيفة مع الوظيفة بأن كل فيلان أقدر أوصلها ب الفيلان اللي أنا أريد تمام أقدر كمان أحط فيزيكا الوظيفة ما بين الفيزيكا الادابتورس للهوست الواحد يعني أو مجازاتا خلينا نقول الفيزيكا الادابتورس أو ما بين الفيلانس سبتحسن الوظيفة اللي هنا علشان يخرج ترافيك منها يروح للوظيفة التانية في فيلان مايوة وعشرة وعايزة تبعد ترافيك لي فيلان عفوا فيلان عشرة عايزة تبعد ترافيك لي فيلان عشرين فلازم الترافيك يمع أوari لايزم يكون في فيلان عشرين لأول وتأ hàng انه يعدي لفيلان عشرين أو لفيلان تلاتين وهكسا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تعنيمل نانسي قنقر أجمع을 money اشرحwe Que Library Vo continued tutaj hub ومية وأربعة وآخر كرتين سيستخدمه ونعمل الـ Configuration بس نستخدمه بعضين هيكون على VLAN 200 علشان إن شاء الله نوصل للشيرد ستوريج هنكون فيجر الـ iSCSI هنعرف بعد كده اي هو فالـ iSCSI هيحتاج كروت نتورك هنخصص له كرتين هيكون على فيلان 200 طيب هو هالسلايد دي أنا كنت عايزة خليها في الآخر بس خلينا نتكلم عليها دلوقتي مش هيجرى حاجة يعني ونرجع نعيد الكلام التاني طيب أنا فيزيكالي أنا في الشركة عندي أنا هنا هعمل مثال في الفيديو ده على هوست فيه تامان كروت نتورك طب أنا في الـ environment عندي ما عنديش غير كرتين بس طب عنديش غير ثلاث كروت بس طب عنديش غير ثلاث كروت بس أربع كروت أو ممكن يكون عندي أكتر ممكن يكون عندي اتناشر كرت يعني أنا في مرأة شفت في شركة عندهم اسكسي هوست وكل هوست فيه اتناشر كرت نتورك ليه يعني هو الـ production عندهم محتاج كده طبعا ثلاث كروت نتورك هيفرق طبقا لسرعة كروت نتورك اللي ركبة في الـ host هل هي جيجابيت ولا هي عشر جيجابيت ناخد بالنا طبعا ان كروت نتورك الميت ميجا ما نصحكش ان انت تشاغل عليه خالص يعني موقف صعب يعني لان اصلا فيه functions ما بتشتغلش إلا على نتورك عشرة جيجاب زي الـ FTE هنعرف ايها الـ Fault Tolerance طيب فانا ممكن مثلا عندي بلايت بلايت شاسي بلايت سيرفر وكل بلايت سيرفر منهم بس بكرتين نتورك ما عنديش أنا 8 كروتو هم كرتين يعني أنا كده هيعرف عيش و هعرف استخدم الـ VMWare ولا لا طبعا انت تبقى للـ resources اللي متاحة عندك تستغلها فحتى لو عندك كرتين بس عادي خالص هتقدر تستخدمهم بس يعني هتقسم الترافيك على ان انت عندك كرتين بدل ما يبقى عندك 8 يعني هنا انا شرحت على ان انا عندي 8 كروتو طيب لو افرض ان انا عندي كرتين بس طيب كل انواع الترافيك اللي هنا دي اوكي انا همشيها في كرتين بس وهو اللي متاح عندي وخلاص انا لو عندي كروت 10 جيجا او حتى لو عندي كروت جيجا لو عندي لايسنس عالية او اعلى لايسنس من VMWare اللي هي الـ Enterprise Plus بيكون مفتوح معاها نوع من الـ virtual switches اسمو distributed switch اوكي هنشوف الـ distributed switch ده بعدين ان شاء الله الـ distributed switch بيسمح لي ان انا اعمل تحديد او تخصيص لـ الترافيك اخصص لكل نوع ترافيك كوتا او حصة من سرعة الكرت نفسه يعني ادي مثلا المانجمنت مثلا 20% من الباندوث ادي الفيموشن 50% ادي الفيموشن 100% وهكذا دي نشوفها بعدين ان شاء الله حتى لو انا عندي مفيش مشكلة او يعني لو عندي كرتين بس اقدر اشتغل انا اقدر يعيش حتى بكارت واحد بس طبعا يعني كارت واحد بس هتبداني موضوع عصيب يعني لو قدرت اوفر كروت اكتر يكون طبعا يكون احسن خلونا نروح لنبتدي الشغل مني بصوات اوكي احنا هنكون فيجور التلات سرفرات دول هنضيف احنا حاليا عندنا كارت واحد هو الواصل بالمانجمنت نيتورك وقوط 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 نفسا نفتكر كده الفيرتوال سويتش دوس كليك عليه هيبان تحت هنا التوبولوجي طبعا هو وفوق السويتش هنا في مجموعة آيكونس بتتبعان أو زرائر كل واحد فيهم بيعمل حاجة بالنسبة للسويتش تحت هنا ادي التوبولوجي الخاصة بالسويتش نفسه في يعني ادي السويتش ده كده يعتبر السويتش هنا اللي في النص تمام على اليمين هنا كروت النتورك الفيزيكال ادابتورس واصل عندنا في الفيرتوال سويتش ده الابلينكس اللي على الفيرتوال سويتش ده هي ابلينك واحدة الفيزيكال تمام وعلى الجانب الاخر البورت جروبس اللي على الفيرتوال سويتش ده المانجمنت نتورك ده تحته في VM Kernel بورت وقام بإمكاني نحن الوست ويندوز ويندوز 7 و 1 وقام بإمكاني نحن كروت نتورك لسويتش وقام بإمكاني نحن الـ VM Kernel Adapters وقام بإمكاني نحن المنزل على المنزل الضغط وقام بإمكاني المنزل ونقوم بـ ويضاق الـ ونقوم بـ أنواع الترافك الممكن إنها تمشي فيه بي دفولت طبعاً بيكون المانج من الترافك ومتعلب عليها صح فطول ما دي تشيكت أنا قدر أتحكم في الـ ASXI Host عن طريق الـ VM Kernel Adaptor ده ايه كمان؟ الـ VMotion Traffic Provisioning Traffic FT Logging هو الـ Full Tolerance Traffic والـ V-Sphere Replication ومالآخره والـ V-SAN ايه هو الـ V-Motion Traffic؟ الـ V-Motion Traffic احنا فاهمين الـ V-Motion هي الـ Feature من VMware اللي بقدر من خلالها إن أنا أنقل Virtual Machine Life شغالة من ASXI Host إلى ASXI Host تاني فها بتحتاج إنها تمشي في VMK في VM Kernel Adaptor فلازم اينابل الـ V-Motion هنا أوكي؟ لو إن أنا محتاج إن ترافك الـ V-Motion يمشي في VMK 0 لكن أنا مش هامل كده دلوقتي يعني خلاص Provisioning ايه هو الـ Provisioning؟ الـ Provisioning Traffic هو خاص بالـ Virtual Machine Cloning هنعرف يعني إيه Virtual Machine Cloning بعد كده وـ Cold Migration للـ Virtual Machine أو إن الـ Virtual Machine بنقلها وهي مطفية بقى مش بالـ V-Motion يعني هي عكس الـ V-Motion أوكي؟ وحاجات تانية طيب الـ Full Tolerance Logging أو اللي هو الـ Full Tolerance Traffic الـ Full Tolerance هي فتشر هنعرف عنها بعدين إن شاء الله إن الـ Virtual Machine بتكون شغالة على هوستين في نفس الوقت يعني إيه Virtual Machine تكون شغالة على هوستين في نفس الوقت؟ فهدي طبعا بحتاج إن الـ Traffic الخاص بقى بالـ Logging اللي هو الـ Traffic اللي بيعمل كوبينج للدارة من الـ Virtual Machine الأساسية عشان ينسخها على الـ Virtual Machine الثانوية أو التانية في الـ FT فبتحتاج تمشي عن طريق الـ FT Logging الـ Traffic هنعمل لها Configuration بعدين يعني مش دلوقتي خلاص في عندنا هنا ايه كمان الـ Nick Settings أوكي الـ MTU اللي عاربه إيه الـ MTU أوكي نقدر نغير الـ Value بتاعاتنا هنا بس طبعا لازم يكون الـ Switch نفسه والـ MTU أعلى من كده لو ننهى هغير الـ Value اللي هي الـ Enable بالـ Jumbo Frames الـ IP version 4 ستتنكس أوكي هنا موسيقى